اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسم المكان والزمان اشي بيدلك على مكان او زمان اعطيك مثال اذا باجي بقول كلمة ملعب بتقول او والله بلشت ميم يعني هاي ميم مفتوحة واصلا تدل على المكان كلمة مثلا موعدنا الساعة الرابعة والله بتقول لي هذا اسم زمان ثلاثي طيب كلمة مثلا مستوصف بتقول لي والله كلمة مستوصف اجت الميم مضمومة وفتح من قبل الاخر يعني نهاية على اسم المكان الغير ثلاثي أما باجي لكلمة مستقبل مباشرة بتقوله والله الميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر بتدلني على الغير ثلاثي إذن اتذكر إذا كان ثلاثي الميم مفتوحة وإذا كان غير ثلاثي الميم مضمومة طيب في سؤال آخر وهذا المهم هذا في حال قال لك استخرج من النص اسم مكان أو زمان في طلاب بغلط بروح بقول لي يستخرج اسم مكان أو زمان بقول لي بغداد عمان القدس بقوله هذا غلط اسم المكان والزمان ركز وحط في دماغك أنه بدايته ميم في سؤال راح يقول لك مثلا صغ اسم المكان صغ اسم المكان أو الزمان اتذكر صغ اسم المكان أو الزمان من الفعل طبعا هذا السؤال هو أنك إنت بعطيك فعل وإنت بلك يتحوله يا مكان يا زمان طرى القائد هاي تطبق سواء على المكان أو الزمان لأنه بدايته ميم أول إشي في حال اتذكر في حال كان الفعل كان الفعل غير ثلاثي أنا بلشت في الغير الثلاثي لأنه كثير سهل إذا كان الفعل غير ثلاثي سواء في المكان أو الزمان لازم أول إشي نضع بدايته ميم مضمومة وبنقول فتح ما قبل إيش الآخر أنا أعطيك مثال بأجي بقول والله مثلا عندك كلمة بكرة بجيب لك استوصفة قال لك شو اسم المكان من استوصفة مباشرة أنت بتحط بدايته ميم بتقول له هاي ميم وبترجع تكمل بتقول له مستوصف فبتحط له الحركات بتقول له الحركة ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر هذا اسم المكان طيب أعطاك اسم زمان مثلا بأجي بقول مثلا كلمتها يستقبل ثلاثي ولا غير ثلاثي في طلاب يسألني شو يعني ثلاثي وغير ثلاثي أكثر من ثلاثة حروف تمام لأنه غير ثلاثي استقبلها بصير يستقبل فبصير مستقبل فبقول له الحركات لازم ضم الأول وفتح ما قبل الآخر يا طالب العزيز إذا ما حطيت الحركات كل إجابتك غلط اتذكر أنه إذا طلب منك اسم مكان أو زمان بتطلع على الفعل إذا كان غير ثلاثي مباشرة حط ميم مضمومة وفتح ما قبل إيش الآخر هذا القاعد الأولى سهل كتير 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 يعني أي طالب بقدر يجاوبها الروح في حال كان الفعل ثلاثي تمام نطلع عندك الفعل الثلاثي أنا أخذ قبل شوي الفعل الغير ثلاث الفعل الثلاثي هو أول إشي أنا بدي أسهل عليك إذا كان الفعل ثلاثي إما يكون على وزن هاي مفعل أو على وزن مفعل تمام أحط لك الحركات بتكون هاي الميم فتحة والميم فتحة وسكون نفس الإشي سكون طيب شو بفرق معي يا ناصر بفرق معي أن الحرف اللي قبل الأخير فتحة وهذا بيكون كاسرة هذا إلو حالات وهذا إلو حالات هذا دي كانت لك أسهل عليك عملية إيجابة باجي بقول أول إشي في حال كان على وزن مفعل لازم يكون الفعل ناقص شو يعني الفعل ناقص يعني نهايته ألف نهايته ألف زي سعة بتقول لي آه والله فمت يعني إذا كان الفعل نهايته ألف بتصير مسعة وبحط له نفس الحركات هذول شو يعني بتقوله والله هاي فتحة سكون فتحة والله تمام طيب اثنين بيكون مضارعه مفتوح العين أو ثلاثي بيكون مضارعه مضموم العين طيب شو اللي بتحكي فيه يا ناصر أنا مش فاهم شو يعني مضارع أنا فهمت أنه أي فعل ثلاثي نهايته ألف بحط له لحركات الحرف اللي قبل أخير فتحة طيب شو يعني مضارعه بأجي بقول لك سهل طلع هاي كلمة مثلا عندك مفتوح العين هاي لعبة مباشرة بقول له مضارحها يلعب شو يعني الحرف اللي قبل أخير عليه آه والله فتحة لأن الحرف اللي قبل أخير فتحة فبقول له بتصير ملعب برضو بخلي الفتحة فتحة مكر رح يسألك سؤال بيقول لك لعبة صارت ملعب ليش بتقول له أن المضارع مفتوح العين أصلا كلمة تلعب على وزن يفعل شو يعني يفعل أن الحرف اللي قبل أخير عليها فتحة شو يعني مضموم العين بقول طبخها طيب آه شو مضارحها يطبخ الحرف اللي قبل أخير شو عليه آه والله ضم طيب يعني علي ضم يعني ايش بتصير ناصر ضم والله بتصير فتحة أيوة أيوة يعني اكتشفت شغلة أنه إذا كان الفعل نهايته ألف يعني حرف علا بحط عليها فتحة طيب إذا كان الفعل فيش في حرف علا أنا مجبر أخذ المضارع منه فهمتوا عليه يعني إذا كان الفعل فيش فيه ولا حرف إلا اللي هني الألف والواو والي خذ المضارع منه الحرف اللي قبل الأخير إذا كان عليه ضمة بظل فتحة بودك ظله فتحة تمام على وزن مفعل واحد إذا كان الفعل مثال واوي أيوة شو يعني مثال واوي سهل جدا يعني أنه الفعل بلش بواو زي وطفا أيوة يعني إذا الفعل بلش بواو مباشرة أحط ميم وأقول له موقف وفتقول له فتحة سيكون كسرة أيوة يعني إذا انتهى الفعل بألف بحط له فتحة إذا بلش الفعل بواو بنحط له كسرة تمام إذا سألك ليش تقول له أنه فعل مثال واوي بأيب كمان بقول مضارعه مكسور العين شو يعني مكسور العين مكسور العين أني أنا يوم آجي أقول جلسة شو مضارحها يجلس الحرف قبل الأخير شو عليه كسرة فبتضل مجلس يعني فتحة سكون إيش كسرة إذا هاي بالنسبة للفعل الثلاثي في حال أعطاك فعل وإنت تحوله لإسم مكان أو زمان في ناس بجيني بقول لي صح أنت شرحت لي إياه أموري تمام بس حاولي تبسط لي إياها أكثر بقول له سهلي جدا بنمشي هيك وبعطيك هاي المختصر واحد بدأ الفعل بدأ الفعل بإيش بواو تمام بتحط له إيش الحرف كسر ما قبل إيش ما قبل الآخر بتحط له ميم زي وعدة في إيش بلشت أولا بلشت بواو هاي بدأ الفعل بإيش بواو إذن بقول له موعد الحرف اللي قبل الأخير شو بنحط عليه كسرة تمام اثنين بقول والله انتهى الفعل انتهى الفعل بإيش بألف مقصورة أيوة يعني بقول له فتح ما قبل إيش الآخر هذا ده كان الفعل ثلاثي أعطيني مثال بقول لك هاي كلمة مثلا رمى أيوة رمى والله لأنه نهاية تألف لأنه بدأ يتواو فبتصير هاي إيش مرمى فبتقول له والله فتحة فتحة تمام طيب والقاعدة اللي بعديها لم يبدأ الفعل تذكر لم يبدأ الفعل الثلاثي لم يبدأ الفعل الثلاثي لا بواو تذكر ولا إيش انتهى بألف مقصورة يعني مثال أعطيك هاي كلمة كتبة أنا بدي منها اسم مكان فرضا تمام أو اسم زمان أو مكان شو ما يطلب هل بلشت بواو والله ما بلشت طيب هل انتهت بألف الكلمة هاي ما انتهت طيب شو العمل يا ناصر مباشرة بقول بأخذ المضارع منها شو مضارع كتبة يكتب الحرف اللي قبل الأخير يكتب طيب عليها ضمة أيوة انت قلتلي إذا كان ضمة بحط ميم وبحط للحرف اللي قبل الأخير إيش فتحة يعني الضمة بصير فتحة طيب مثال آخر هاي كلمة لعبان شو مضارعها يلعب طيب ليش أنا أخذت المضارع لأنه لا بلشت لا بواو ولا بألف مقصورة فمباشرة بأخذ المضارع هولي بيبين لي فبقول والله لأنه علي فتحة فبتصير ملعب أيوة يعني الضمة والفتحة بتظلها فتحة طيب والكسرة بتظلها كسرة عرضة يعرض عليها كسرة فبتقول له إيش بتصير مع رض فبحط له إيش كسرة هاي بالنسبة لقائلة اسم المكان والزمان إذا كان ثلاثي أو غير ثلاثي هاي الثلاثي والغير الثلاثي ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر تعال أتعرف لياك على قائد كمان في نفس الوهدي هاي اسمها البدل طبعا بالنسبة للبدل سهل جدا راح يقول لك استخرج لي من النص بدل أول إشي نتذكر بدل مطابق البدل المطابق عشان تختصر على حالك وتفهمه بتقول له والله مثلا هاي الجملة هاي هذا المعلم مثلا ناصر تمام بين الخوال دي خوال تمام أوكي شو يعني هاي الجملة بقول لك هاي بتدلك على البدل المطابق اللي هو أصلا اسمه بدل الكل من الكل اسمه بدل الكل من وين من الكل شو يعني واحد بدور على اسم إشارة بعدين معرف بأل زي يوم أقول هذا الرجل مين بأخذ بأخذ كلمة الرجل اثنين بروح بدور على كلمة بن أو بنت هي تعتبر نفسها بدل مطابق ذك اللي يجب اسمه إشارة يكون بعدين معرف بأل اسمه الإشارة هذا وهذه وهدان وتلك وذلك أيضا بروح بدور في القاعد رقم ثلاث هي واحد اثنين ثلاث هي اسم إشارة بعدين معرف أو اسم شخص اسم إيش شخص بس قبله مهنة أو لقب يعني أيوة يعني أنا بأخذ ناصر هذا يعتبر بدل مطابق والمعلم برضو بدل مطابق لأنه اسم إشارة وكلمة بير برضو بدل على اسم مكرر شو يعني هاي الخوالدي خوالدي فبكون هذا بدل إيش مطابق أو اسمه بدل الكل من الكل يعني أنت لازم تحفظ الجملة هاي تحطها على اسمك على اسمك وتقول مثلا هذه المعلمة فاطمة بنت كذا كذا فبتمشي فبتقول بدور على اسم شارة أو بدور على اسم شارة وبعدين معرف بقال إلى آخر روح على الجزء البدل التفصيلي كثير سهل يعني أنا بدور على في النص على جملة في هواو تدل على التعداد أو النقطتين زي يوم أقول والله الثقلان اتذكر هاي نقطتين الإنس والجن أنا مين بأخذ مباشرة بأخذ كلمة مين الإنس لأنها بعد إيش بعد النقطتين زي ما بقول لك البدل التفصيلي يعني إشي مجموعة قاعد بفصله زي يوم أقول حواس الإنس خمس اللمس البصر إلى آخر فأنا أخذ أول كلمة تمام رو على النوع الآخر من البدل عندك ما يسمى في بدل اجتمال وفي عندك بدل إيش أنا ربطت ثم بأض وبدل بعض من الكل طبعا البدل البعض من الكل وبدل الاجتمال أنا لازم أدور على نبحث عن كلمة شو نهايتها ها وهاي نفس الاشي نبحث عن كلمة نهايتها ها بس هاي بتدل على اشي غير ملموس ولكن هاي بتدل على اشي ايش ملموس اتذكر أنه أنا بطلع على النص لازم أدور على كلمة لنهايتها سوى ها هيك أو والله الها في آخر الكلمة أو ها أو جمع نفس الاشي أعطيك مثال بقول والله أذهشتني تمام الغرفة تمام رائحتها وين الكلمة اللي فيها لها بتقول والله رائحتها ملموس ولا غير ملموس بتقول لي غير ملموس فمباشرة بقول لك هذا بدل اجتمال أما إذا كان ملموس زي يوم بقول أذهشتني الغرفة تمام مقاعدها فمباشرة بتقول للمقاعد هو إشي ملموس وهذا يسمى بدل بعض من وين من الكل بس يا طالب العزيز بتختار أنه كلمة نصفه ومعظمه تمام وأيضا ثلثه وربعه وين ما شفت ذول مباشرة بقول صوت النواب نصفهم فبتقول لي هذا بدل بعض من كل يعني لازم تكون حافظ أغلبهم ثلثه نصفه إلى آخره البدل يعرب حسب إيش حسب الحركة يعني إذا كان عليه ضمة بدل مرفوع إذا فتح بدل منصوب تضمة هيك فتح هيك والكسرة هيك بدل مرفوع بدل منصوب بدل مجرور وأصلا البدل يتبع ما قبله يتبع إيش ما قبله شو يعني يتبع ما قبله يعني الغرفة عليها مثلا ضمة البدل بيكون علي ضمة فبيكون هذا بدل مرفوع الآن ترفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ولها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه طبعا هاي بالنسبة لقواعد الوحدة الرابعة من مادة مهارات الاتصال دمتم بخير محبكم دوما الأستاذ ناصر خوالدي دعواتي بالتوفيق والنجاح سلام الله عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة